أسماء من الأردن تقول لاحظ أن بعض الناس الذين نزورهم يقولون بأن الميت كان يشعر بقرب دنو أجله و يقولون بأن الميت تشعر بذلك قبل أربعين يوم و أن ورقة الأجل تسقط من الشجرة من شجرة الميت أو شيء من هذا القبيل أختي أسماء بارك الله فيك هذا نوع من أنواع الخرافة و الجهل هذا غير صحيح و لذلك الله جل وعلا قال لكل أجل كتاب قال جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة و لا يستقدمون و النبي عليه الصلاة و السلام أمر بالاستعداد لماذا لأن الموت يأتي بغتة الموت يأتي بغتة الموت يأتي بغتة و لذلك لما حذر النبي عليه الصلاة و السلام من ذلك دل على أن الموت لا يستأذن و لا يأتي مثلا بنوع من التراتيب المعينة لا يأتي بغتة الموت يأتي بغتة و القبر صندوق العمل و لذلك بعض الناس توجد علامات يعني مثلا من هو مريض بمرض عضال لهذا المرض جرت العادة أن صاحب لا ينجو يشعر بهذا من بلغ سن متأخرة جدا وصل إلى مرحلة سنية متأخرة هذا الآن لم يبقى يعني من اقترابه من القبر إلا مسافة قليلة يعني ما ذهب هو الأكثر بهذه الطريقة طبعا يذكرون بعض الناس لديه شعور يعني يشعر بشعور معين قد يصدق أو يكذب هذا الشعور قد يصدق أحيانا أو يكذب هذا الشعور أما عندنا نص ما عندنا نص النصوص كلها تفيد على أن الموت لا يستأذن أحد و لذلك لما جاء ملك الموت إلى موسى لطمه موسى ملك الموت كان يأتي في صورة إنسان فلطمه موسى لنفاجأه الموت يأتي فجأة بارك الله فيك أما قضية والله تسقط ورقة من الشجرة هذه خرافة من الخرافات و بالمناسبة تحذرون لأن هذه مرتبطة بعقائد فاسدة سقطت ورقته و نبح كلبه و صاح غرابه كلها من الخرافات و الدجل ترجمة نانسي قنقر